مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاصة الصادف في السي عبداللطيف أيت بن بلا الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي بالأحياء الجامعية من أجل مناقشة الإشكال اللي نطروح حاليا لداء موظفي التعليم العالي والمتعلق بالنظام الأساسي والجدل ما بينهم بين وزارة التعليم العالي السي عبداللطيف مرحبا بك مرحبا أخوة والأخوة حسناً في الانفاس بريس سعدلطيف كنتم مؤخراً هددتوا بعدم مقاطعة الدخول الجامعي المقبيل على ما منتوا هددتكم؟ هددتنا بالمقاطعة الدخول الجامعي و بالإضراء سوف ننفذوا هذه الإضراءة على 24 ساعة مباشرةً بعد نتائج اللقاء الذي سيكون الـ 24 يونيو هذا لأنه لقينة بأنه الوزارة الوزارة بدأت كالتماطل وليس بدأت من الأول ولي كالتماطل لعام نص لحد الآن موصل نتش نتجه بل بالعكس على حسب اللقاء دي الكتاب العامون دي النقابة الأكثر تمثيلية اللي داد في اللقاء الـ 14 يونيو فبنلنا بأنه قاعدة نقشنا لمدة عام ونص في اللجنة التقنية سنعودوه من صفر بحيث أنه كنا نقشنا على ثلاثة الهيئات على مستوى النظام الأساسي على مستوى النظام الأساسي ثلاثة الهيئات بالنسبة للموظفين دي التعليم العالي اللي غير يكونوا في النظام الأساسي بل والآن في اللقاء دي الكتاب العامون جابوا لنا واحد تقسيم آخر في جوجة الهيئات إضافة لواحد الهيئات دي الأساسي دي اللي مشرحوش لنا واخرنا غرّجوا النظام الأساسي في الحيوار دينا لكن ما تشوشوا أن تهديد مقاطعة الدخول الجامعي يعني بعض يقول غير المزايدة ما تخطوش الدخول في الاتجاهات بالعكس ماش مزايدة بالعكس فالقرار باش نكون واضحين القرار دي المقاطعة أو الإدراب هو برنامج نظري سطروا المجلس الوطني في 5 نوفمبر 2023 تم لقنا الوزارة بأنه ما كانت تتعاملش معنا بجدية في إخراج النظام الأساسي وكانت هاون وكانت مطل بكثرة التأجيلات دي الاجتماعات دي الاجناتقية ولقنا بأن عدم الجدية في المناقشة دي النظام الأساسي دي الموظفين وبالتالي عقدنا مجلس الوطني لنهار 5 نوفمبر وسترنا في برنامج نظري في وضننا كمكتب وطني التنفيذ دياله في توقيت دياله ما تشاهدون في دراية الدموقراطية الشغلية النقابة التي تتبع إلاتهما كنقابة الوطنية الموظفة في التعليم العالي والأحياء الجميعية اللي بغت تفرض تصور دياله في النظام الأساسي بغت تدير نظام أساسي وفق الرؤية دياله ما شوف قراءة واحد رؤية شموليات الحكومات على باقي النقابات بالعكس اللي وقع باش نكون نجوبك على هاد الجواب هو كنا تفقنا على ثلاثة الهيئات والقطيرات ديالنا الهيئات كنا قسمناهم على المهام وهو ما قطرحونا ثلاثة الهيئات اللي قسموهم على حسب الإقراط وتوافقنا معهم على حسب تقسيم ديالهم وبالتالي في الكارتونس يرجعوا الفكرة ديالنا وقسموها على المهام إلا أنهم بدلهم يقسموها لثلاثة الهيئات قسموها لجوجة الهيئات اللي هي الهيئات ديال جوجة الهيئات بدل ثلاثة هاد الهيئات هادو اللي اللي غتجعل من نحنا كأعضاء في اللجنة التقني يعودوا المناقشة أو النقاش في هذا النظام الأساسي من طلقان من الصفر وغادي تمشينا هادرا عمون صديق النقاش تشوشو عدم إخراج عن نظام الأساسي وخوفا من نتكشل وقع في النظام الأساسي من نسبة التعليم العمومي يعني اللهم نطريته شوية ونخرجوا نظام أساسي ويكون متافقا عليه الجميع ونخرجوا نظام أساسي معي بل يعود أنه خلق ضجاو ويخلق نقاش عمومي جديد في داخل الأحياء الجامعية والتعليم العمومي بالعكس إحنا نستفدنا لاحنا للوزارة استفدنا نجرب هذه الإخوان دينا في التربية الوطنية وكنا نقصوا بكل معقولية وكلها نقطة كنا نعطيها الوقت دي لها المهم اللي غادي يجعل منا بيش نتأكدوا من نقاش دي إلا أنه بعد قاعد المجهودات هذه كتجي الوزارة كنقول لي كتقلب لنا كل شي وكتبدأ لنا الحوار من الصفر والدليل أنه بعد عام ونصد نقاش دي للنظام الأساسي وبعد عام ونصح الاتفاق على ثلاثة الهيئات الآن واللو تقدير جوية الهيئات اللي هي اقترحة هي هيئات الدعم تربوي والاجتماعي وهيئات تدبير الجامعي إضافة لأ ضدتهم دي الأستيدا اللي في تساؤل دينا هاد الهيئات كتشمل قليل كتشمل الاساتي دي ديال التعليم العالي واللأستي ديال للتعليم العالي هذا هو السؤال الى التعليم العالي هو أنهم مكون من مكونات ثلاثة الجامعة في التساؤل بأنهم لا نصدق مكون من نظام الأساتي فنحن نتسل الاجتماع للجنة التقنية لتنزيل الهيئة ونزيله فيها الأساتيدي الدعم الذي لدينا في التعليم العالي والهيئات لنا والذي ستكون تبقى تبع الأساتيدي لأنها نرفض وهذا الموقف كونفيدر الديمقراطيك الشهر هو نفس الموقف عن لقبات الخرين أو غير موقف أحادي؟ على حساب اللقاء الأخير الذي كتب العمون فلما لا نريد أن نقول شيئاً فهذا الموقف كان الموقف ديالنا بوحدنا كان الموقف ككاتب وطني الوحيد الذي عرض لكي لا نصادقه على تقسيم جديد نعم عرض لأنه يرجعنا للانطلاقة من السفر في النقاش من النظام الأساسي وهذا شيء يتأكد إن شاء الله ما هي الخطورة على القضية الثلاثة إلى هئتين؟ ما هي الخطورة؟ لا، ما هي الخطورة؟ المشكلة هي المشكلة هي المشكلة التي ستعود إلى طمطل ونقضوا واحد عام ونصخر في النقاش للنظام الأساسي بينما أن الوزارات تفقات معنا في الأول وأننا في آخر مارس سنكملوا النظام الأساسي في مارس 23 ستقلنا في أفريل أو ماي ونصلنا إلى الجواء ونبدأوا من السفر هذا هو المشكلة ما هو المطلب الأساسي لكم غير تقنية في إطار النظام الأساسي؟ نظام الأساسي الذي نطلب فيه هو نظام محفز ويكون تنصف جميع الموضة في التعليم العالي هذا هو النظام الأساسي الذي نريد أن نرى أي شيء أخرى أنظمة التي استفدت بحل أستداد التعليم العالي من زيادة من مصار الترقية تقل الـ 40% هذا ما نطلبه؟ تنتبه في زيادة وترقية؟ بالطبع كجميع القطاعات ما أقول لكم في إطارة الزيادة الأخيرة؟ هذا هو المشكلة في التربية الوطنية كانوا زادهم 1500 درهم مقسمة على أشترين وابتداء من جون فيه والحوار المركزي رأى ألف درهم مقسمة على عامين وابتداء من جوية لذلك كيف يمكن أن فئة تنتمي للتعليم العالي والبيداغوجيين سيستفدون من زيادة 1500 درهم وابتداء من جون فيه والفئات الأخرين في نفس القطاع التعليم العالي سيستفدون التلجوية بألف درهم هذا هو التنقودية الزميل في العمل سيستفد من جون فيه في 1500 درهم والأخرين سيستفد من ألف درهم هذا هو العقد بالنسبة للعدد الموظفين في التعليم العالي العدد الموظفين في التعليم العالي العدد الموظفين في التعليم العالي في المغرب الوامل ديغم الإخداء الأساتيدة والتعليم العالي إذا أخذنا حناف أنا فالتعليم العالي و بالنسبة لتعليم العدد الموظفين بعض الموظفين الآخرين سيتشكوا تقولك العمل التي كانت تدروا عشرة ناس ولكن أدروا واحد حسنا الحكومة تفتح المجال تشغيل في الإطارات هذا مشكلة ومشكلة كبيرة ونقشناها عام بأن الجامعات كانوا تبناء في سبعينات وثمانينات وبالتالي الموظفين الذين يدخلوا على 25 عام كانوا خرجوا التقاعد فكانوا واحد النزيف كبير من الدبار لغوتخات خرجوا التقاعد وما كانوا تعويض للتوظيف وبالتالي الموظفين نعطيكم مثال مثلا غير كلية الطيب هنا في الدار مثلا كانوا فيها 200 و40 موظف فدخلتنا في 87 الآن فيها ما كاملش حتى 95 هذه زيادة التي تزد فيها 30 من غير التقاعد ومن غير التشي وما كانوا تعانون من تلك الهجرة نحو الأوروبا كانوا تعانون من الهجرة خاصة المهندسين المهندسون يهاجرون لأنه مكين القوش راسهم في المغرب فتهاجرون لأنه ما كان قوش ضروف لمواتية لم تتتتتتت've في العمل لا تتتتت تفتتت كسؤال أخير بالنسبة للتفاوض مع الوزارة وشيكون تفاوض مباشر مع وزارة التعليم العالي ولا غير مع الموظفين شكرا على هذا السؤال اللي كنتنتظر من الأول لأنه وانا قلت في آخر لقاء لأنه اللقاء الكتاب العامون من المفروض لأن السيد الوزير هو المسؤول الأول والأخير للقطاع فبالتالي من الذي يعيطه أنك كتاب العامون أنا كديما كان قطرح اليوم بأنه الكتاب العامون لا يديروش يجيماع حتى تكون الليجان تقنية سهلات من المشروع وبالتالي سيحضروا غير باش يصادقوا على ما صدق عليه في الليجان التونية ولكن بحضور السيد الوزير وقلت في آخر لقاء مع الممتنين دي الوزارة لأنه السيد الوزير هو المعني الأول خاصه يحضر في الاجتماعات ما كي حضرش بالأسف إذا مشينا بأنه يعني وصلنا للمرحلة تحت توقعه نقابة لمشاركتي معكم في الحوار وقعت على النظام الأساسي باتصيغة لطرحها الحكومة وشكو كونفيدري الديمقراطي غدا توقع كلها تقاطعها هو إذا وصلنا للنظام الأساسي اللي متفق عليه الليجان التقنيا التقنيا اللي فيها المناظر اللي كانت تقو فيهم وهذا غا يتوقع لكم في دراليو بين السيوخ لأننا كي قلت لك كيف استفدتنا متجربة دي الإخوان دي التربية الوطنية فأي مستجد حصلنا عليه في الليجان التقنية إلا وكن نزلوه عند الموظفين وكن نشرحوا لهم المستجد وكن نخدم عندهم الاقتراحات دي لهم اللي غا ينترحوا في النقاش دي لنا دي النظام الأساسي وبالتالي إحنا النظام الأساسي من الأول تلخر ناقشناه مع جميع الموظفين دي ونفق وكننا كانت تعديلات بعض التعديلات اللي صغيرة اللي فيها الهيئات وفيها الترقيات ولكن تدرت هذك التعديلات وبقاف الصيغة دي اللي قبل الاجتماع دي اللوكاتورس وبقافت لهذه الهيئات ما كانت مشكلة ننوقع عليه حلالي كيهمنا هو نظام يكون محفز ويكون شامل ويكون منصف لجمع الفئات ونوقع ما كانت مشكلة شكرا جزيلا شكرا الانفاس برايس على هذه اللقاءات التي تتضم في جميع المناسبات والتي تهتم بشؤون الموظفين والمواطنين بصفة عامة شكرا الانفاس برايس على اللقاء في فرصات قادمة إن شاء الله